ترأس محافظة سيوت عصام سعد اجتماعا لتفعيل ميثاق التعاون بين لجنة المشاركة المجتمعية وبعض الجمعيات الاهلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويهدف الاجتماع لتطوير وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين ظروف المعيشة وإحداث تغيير جوهري في حياتهم على كافة الأصعدة وذلك ضمن رؤية واستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بتنفيذ مشروعات تلموية ومشروعات وبرامج تغيير وعي وتعديل سلوك في قرى ومراكز حياة كريمة من هنا طبعا سات المحافظة عرض ان احنا نستعين مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته ان احنا فعلا بنشكرهم من كل قلبنا ان هم ايدينا فعلا وبيساعدونا ومنفحش ان نشتغل من غيرهم فعلا ان احنا نشكرهم من هنا ونجنوا بالتحقيق من خلال حضركم منظمات المجتمع المدني دي قوة كبيرة احنا بتساعدنا في التنمية وفي براتفيز برامج الوزارة ترجمة نانسي قنقر